السلام عليكم انا أريد أن أعرف المختلف بين حديث القدسي و سنة خولي السلام السلام عليكم المختلف بين حديث القدسي و حديث نبوي هم يسمونونها حديث نبوي حديث قدسي صديق سبيلات و صديق سبيلات حديث قدسي إذا أردت أن تتعلم عنه هو عندما قال الله يرى الريد الإسناد عبد الله بن عمر يقول الله عبد الله بن عمر قال ح spoilers قال الله قال فنت أن يعني الآن هذا لأما الضوء الله قال هذا ماذا يعني؟ يعني هنا تقفوا أن سنت binding الس сыrint هذا المعتبر هو من Bets إلى الله وهم and the wordings from the Prophet the meaning from Allah and the phrasing or the wordings from the Prophet ﷺ that is Hadeeth Qudsi attributed to Allah the Prophet ﷺ would say Allah said so the meaning Allah ﷻ conveyed it to his Prophet and the wordings because how he receives the meaning something he felt it as for instance يقول في الحديث إنا روح القدس فريلي الشخص الانجل بخلق في مجموعة بخلق في مجموعة بخلق في مجموعة بأن لا يموت من المجموعة قبل أن يكون المنزل قبل أن يكون المنزل والآخر الحديث هي بما أنه المتحدة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك منه بذلك يعني بشيء الذي يفهمه من الله وأنه يسلسل من الله عز و جل هل هذا أقل لك يا أخي؟